مرحبا، في شهر مايو أيار 2023 ستدخل بعض التغييرات والقوانين حيز التنفيذ إليكم في هذا الفيديو نظرة شاملة على التغييرات زيادة أجور العاملين في مجال الرعاية والتمريض اعتبارا من الأول من شهر مايو أيار سيتم زيادة الحد الأدنى الإجمالي لأجور العاملين في مجال الرعاية والتمريض إلى 17 يورو و65 سنة في الساعة بالنسبة لكوادر التمريض المتخصصة وإلى 14 يورو وتسعين سنة في الساعة بالنسبة لمساعدي التمريض المؤهلين وإلى 13 يورو وتسعين سنة في الساعة بالنسبة لمساعدي التمريض العاديين مع العلم أنه ستكون هناك زيادة أخرى بالأجور بالنسبة لهم في الأول من شهر ديسمبر كانون الأول 2023 سلاس عطل رسمية في خبر سار للعديد من الموظفين والعاملين في ألمانيا سيكون هناك ثلاث عطل رسمية في شهر مايو أيار حيث أن يوم الاثنين الأول من شهر مايو أيار عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال والخميس الثامن عشر من شهر مايو أيار هو يوم إجازة رسمية في ألمانيا بمناسبة عيد الصعود صعود السيد المسيح إلى السماء وهناك عطلة ثالثة يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر مايو أيار بمناسبة عيد العنصرة أو عيد الخمسين بداية تذكرة 49 يورو اعتباراً من الأول من شهر مايو أيار يمكن للمسافرين البدء في استخدام تذكرة ألمانيا دويتشلان تيكيت بسعر 49 يورو في جميع أنحاء البلاد حيث تباعد تذكرة بشكل رقمي في تطبيقات شركات خطوط السكك الحديدية والمواقع الإلكترونية لاتحادات النقل ويمكن شراؤها من مكاتب السفر ومنافذ البيع على شكل ورقي يحمل رمز الاستجاب السريع QA Code حتى نهاية عام 2023 دفعات خاصة للعاملين في البناء والدهان في شهر مايو أيار سيحصل العاملون في قطاع البناء على مبلغ لمرة واحدة وقدره 450 يورو زيادة على رواتبهم وسيتلقى بعض العاملين في مهن الديهان والورنيش الذين لم يتلقوا حتى الآن مساعدة تعويض التضخم على مبلغ وقدره 600 يورو مع راتب شهر مايو أيار Vodafone ترفع الأسعار قررت شركة Vodafone رفع أسعار عقود الإنترنت الشهرية لخطوط DSL وعقود الخطوط الأرضية وبالتالي اعتبارا من الرابع من شهر مايو أيار 2023 سيدفع العملاء 5 يورو إضافية شهريا بالنسبة للعملاء الجدد تم تطبيق الأسعار المرتفعة منذ شهر نوفمبر من السنة الفائتة وبحسب شركة Vodafone تم إبلاغ جميع المتأثرين بالعقود الحالية بالتعرفة الجديدة خلال شهر مارس آزار ولديهم حق خاص في إنهاء الخدمة خلال ثلاثة أشهر كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم